سؤال بيقول عاوز اقولك يا بويا على حاجة انا متجوزة من خمس سنين لسه ربنا ما تدنيش اطفال صليلي يا بويا كتير انا يديني اطفال بس انا كنت بعمل حاجة غلط ايام الخطوبة انا وخطيبي اللي هو جوزي دلوقتي وانا مش عارفة اعترف بيها الاب اعترافي انا مكسوفة اتكلم معاه وكده دلوقتي كل لم بيكون مخنوقة او متخنقة مع جوزي بتفرج على حاجات وحشة جدا وبعد ما اتفرج ازعل اكتر واني بنفسي ساعدني يا بويا اعمل ايه كتاب مؤدس بيقول اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة تقفش في المكان اللي يسبب لك عصرة ما الواحد يعيش في خوف الله احسن الجواز مش من اجل الانغماس في الشهوات الجسدية الجواز من اجل تكوين اسرة مجد ربنا والانسان يعيش من غير خطيئة وفي سلام بس بالطريقة الصحة اللي ربنا عايزها مننا يعني يبقى التعقل كويس ولكن بالنسبة لفيش اطفال مش بسبب الخطيئة ولا الغلطة اللي عملتها انت وخطيئة بك هو تجوزك الحمد لله يعني الله يحلك من الخطيئة ديت الله يحلك منها عشان ما تنكسفش تكلم معها مع حد الله يحلك منها يا بنتي بس بداي صح ويتعامل بقى بخوف الله مع جوزك وعايز اقولك بالنسبة للاطفال ربنا بيدي كتير قوي 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 فممكن تاخد مية لقان من الكنيسة وتستحمي بيها وتشربي حمى وشرب ثلاث يام وربعض لمدة ثلاث اسابيع متواصلة كل اسبوع ثلاث يام وربعض حمى وشرب اما الشرب والقريات يوميا لكن الحموم ثلاث يام بس عشان ما زهاكيش فثلاث يام وربعض حمى وشرب من المية المصالية هتاخد الكوباة منها هتحطها على المية اللي هتشطها في باجس من كله لمدة ثلاث اسابيع تطلع من الحمام تير الإرادة من كتاب مؤدس بسرط مصموع الاول الهالجي سفر الرؤية الصحة اربعة وخمسة وستة مزمور خمسة وتلاثين خاصم يا رب مخاصمية مزمور واحد وتسعين لواء الساكن في عمل العالي دول من كتاب مؤدس وان شاء الله ربنا يديكي بيديك كتير قوي 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 بس عميل اللي بقولك عليه وربنا يتمجد معاك ان شاء الله يفرح قلبك يا بنت بس بتفرجيش على حاجة وحشة تانية ربنا معاك يا بنت على رأيك داد نقولك البعيد عن العين بعيد عن القلب خليكي بعيد عن الخطيئة يا بني السلام يا بونا انا اسمي فلاني فلاني من كندا انا مذكرتش اسمك على برغم انك كتبوا حفاظا مني على حرمة شخصيتك وحرمة السؤالي على حرمة الأسر من 23 سنة ودائما في المشاكل مع مراتي وبناتي مش بيحبوني ياه وعايزيني انفصل عنهم ياه ساتر تاني حاجة مفيش شغل بقعد فيه اكتر من شهرين وده طبعا عامل لمشاكل مادية كبيرة جدا جدا طبعا بقالف كان ده اكتر من سبع سنين ولسه لم احصل على جنسية ارجوه صليه حقدر اصليلك ربنا ينجح طريقك شفاعت ابو صفين والبابا كرولوس يسندوك ويدبرلك شغل كويس ويوسعوا رزقك يا ولدي بس نفسي يعني تقرب من مراتك وبلاش تعمل معاهم مشاكل وحاول تحتوي بناتك يا ولدي يعني كل بناتك مش عايزينك معناها انك انت بتدايقهم معناها ان فيه تصرفات من حضرتك مشو اخي بالك منها هي بتدايقهم اكيد انت عارف وحاسس ايه اللي بتدايقهم تجنب الحاجة اللي بتدايقهم اعمل الحاجة اللي تقربهم منك وتحبيبهم فيك وتفرحهم بيك دور دايما عن ناحية الايجابية ارجوك ارجوك ما ننمشيش الغلط كله على مراتي وبناتي يعني البنتي بالذات حبيب تابقوها يعني لما البنت تلاقى ابوها نين عليها وبيهتم بيها وبيعملها بحبه وبيحترام بجد هتشيله فقراصة مفقوق ده لو جعله اصدعت بقى متدايق علشانه فلكن يعني لازم تراجع نفسك بعد اذنك وتشوف ايه التصرفات اللي دايقتهم منك الى هذه الدرجة وصلحها من قول جديد ودامك فرصة تانى من قول جديد وارجو انك تصلي من قلبك ان ربنا كمان يفتح لك باب شغل وباب رزق كويس وربنا ان شاء الله حيوسع رزقك ويديكسه لقلبك ويحافظ عليه بس يعترف وتناول وازب على صلاة المخدع وثق تماما ان ربنا قال كده اتطبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا ربنا يديكسه لقلبك وفرح قلبك يا رب